أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة السابعة عشر من قوافل ستر وعافية لأهالي قرى الحمولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم وذلك بمشاركة أكثر من سلاسة عشر كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمتها لأكثر من خمسة عشر ألف مستفيد يأتي ذلك تنفيذا لتويهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعية والأكثر استحقاقا وتمشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا هذا وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم وتتضمن القافلة أيضا منفذا لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن مبادرة شتاء دافئ بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر